الأكاديمية الوطنية لتدريب والتي بتعتبر واحدة من المؤسسات التي تعتبر مشروع قومي لمصر للاستثمار فيها الكوادر البشرية لأنها بنتكلم عن تدريب وتأهيل الناس عشان يكونوا جهزين لسوق العمل وده استثمار مهم جدا لأن الموارد البشرية مش هتنفت أبدا مصر الحمد لله بلد شابة وأكتر من نص سكانها شبابها طبعا أكيد يا محمد وده دايما بيبقى الطاقة داخل أي مجتمع طاقة الشباب أو الفئة العمرية الخاصة بالشباب وهي الدفعة القوية لأي تقدم في أي دولة بنقول الكلام ده بمناسبة مشاركة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للاكاديمية الوطنية للتدريب في مؤتمر المصريين في الخارج واللي كان تحت شعار من أم الدنيا إلى كل الدنيا ده كان فرصة لعرض نجاحات الأكاديمية خاصة في برنامج خاص بيئة المصريات في الخارج واللي بتقدمه الأكاديمية لسيدات المصريات اللي عايشين برا مصر البرنامج طبعا ده هيستمر 75 يوم بيستهدف تدريبهم وتزودهم بخبرات جديدة عبر منصة الأكاديمية الإلكترونية شركة الأكاديمية الوطنية للتدريب كانت بناء على دعوة من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج كمان المؤتمر ده تم فيه عرض رؤية الأكاديمية فيما يخص مفهوم الاستثمار في السروة البشرية والدكتورة رشو راغب المدير التنفيذي للأكاديمية شركة نجاح ثلاث دفعات من برنامج المصريات في الخارج وده ضمن برنامج مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة والأطلقتها الأكاديمية في العام الماضي